دون أن تشمل معهم النازحين السوريين الذين ينزحون من تلك المناطق المستهدفة إلى مناطق أخرى ربما غارة جديدة في ذات المنطقة إبراهيم صوت الطيران المدني يقلع من مطار بيروت الدولي استمرار حركة الطيران المدني أو حركة ملاحة في مطار بيروت بالغة ولو على مستوى التشويش طائرات تحلق وقضائف تقصف وطيران مدني يقلع ويهبط غارة في هذه الأثناء هناك طائرة مدنية تهبط وطائرة تستعد للهبوط وطائرة مدنية تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في هذه الأثناء مع سماع دوي غارة جديدة نحاول التأكد من مكانها في هذه الأثناء لا أعلم إن كانت جدار صوت ربما هي جدار صوت كنت قد سألتك عن يعني وأنت أشرط إلى ذلك عن حركة الملاحة عن طائرة تغلق وطائرة تهبط وغارة تسقط قديفة ماذا يبرر من قبل السلطات غارة جديدة الآن سعد في هذه الأثناء هي الرابع عشر حتى هذه الساعة ضمن سلسلة الغارات الليلية على ضحية بيروت الجنوبية كنت ذكرت عن حركة الملاحة كما شاهدنا الآن عبر كاميرا الحدث مع حصول تلك الغارة والاستهداف الإسرائيلي تهبط طائرة مدنية أو تستعد للهبوط فيما تقلع طائرة أخرى من مطار رفيق الحريري الدولي لم أرصد كثافة بحركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي كالتي رصدتها خلال هذه الساعة من التغطية هنا من هذا المكان رغم كل الغارات العنيفة التي تشن على الضحية الجنوبية في هذه الأثناء وأنت تعرف جيدا أن مطار رفيق الحريري الدولي بموازات ليست بعيدة عن المطار الدولي وعن الضحية الجنوبية وعن المناطق المستهدفة وأيضا المرجال الجوي اللبناني مليء كلها طيرانات الطيران الحكومي مشكلة طيران الشرق الأوسط الرسمي فقط بالفعل لا طيران آخر في لبنان يهبط أو يغادر من هذا المطار كل الطيران الأجنبي بدون استثناء توقف عن إرسال رحلاته إلى بيروت وأيضا أود الإشارة إلى أن وزارة الأشغال العامة كانت تعلقت الرحلات من وإلى مطار بيروت لساعتين فقط وذلك أثناء الاستهداف الإيراني لبعض المناطق في إسرائيل لكنها الآن عادت واستأنفتها رغم كل التحذيرات الإسرائيلية نعم والآن الغارة الأخيرة التي تتحدث عنها نشاهد دخانا كثيفا ربما أكثر ليتصعب هل بالإمكان توضيح الصورة أكثر؟ نعم الغارة الأخيرة قريبة منها نستطيع أن نشاهدها بالكاميرا التي تبث الآن مباشرة لكم سعاد وأيضا طائرة مدنية تهبط في نفس الوقت نعم هذه الصورة الخاصة للحدث نبثها الآن سعاد كما تشاهد مكان الغارة وأعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من مكان الغارة هل استطعت من أعمدة الدخانا أن تحدد الاتجاه ولو تقريبيا في الضاحية هو كما أشرت أنت إبراهيم؟ نعم نستطيع أن نحدد مكانها هي في منطقة الحدث هذه هي المنطقة التي قريبة من كما ذكرت في السابق من منطقة تب عبدة هي على بشار في منطقة تب عبدة والحازمية وهي منطقة كثيفة السكان كما باقي المناطق بضاحية بيروت الجنوبية تشاهد هبوط الطائرة المدنية بالتزامن مع هذه الغارات المكثفة في هذه الليلة الطويلة كسائر الليالي التي تمر بها ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق اللبنانية في الأيام الأخيرة هي الغارة الرابعة عشر كما ذكرت استهدفت منطقة الحدث تنفيذا للتحذير الذي أطلقه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي نعم ونحن نشاهد هذه الصور ونتابع هذا المشهد صور الآن لهبوط الطائرة كما أشرت هل عرفتم من يخرج هل هم الرعاية لجانب أم لا هناك مواطنون لبنانيون يعني سر استمرار هذه الرحلات لإجلاب بعض البعثات أم لخروج بعض اللبنانيين الذين يعملون بالخارج أو حتى الذين يمكن أن يذهبوا إلى دويهم في أي منطقة أخرى نعم الحركة بمطار رفيق الحريري الدولي محصورة فقط برحلات طيران الشرق الأوسط الذي ما زال يسير رحلاته من وإلى لبنان فقط بظل توقف كل الشركات الخاصة والأجنبية الأخرى ولكن أود الإشارة في هذه الرسالة إلى نقطة أساسية وهي اللبنانيون يحاولون أيضا الحصول على تذاكر ولكن ليست كافية بالعدد المرغوب هناك عدد كبير من الطلاب اللبنانيون الذين يدرسون في مناطق أجنبية وبلاد أجنبية خارج لبنان وجامعات يريدون العودة إلى تلك الجامعات مع بداية العام الجامعي بعضهم يواجه مشكلة كبيرة في الحصول على تذكرة ومن يحاول أيضا وينال هذه الفرصة للحصول على تلك التذكرة يواجه مشكلة أيضا في رسم هذه التذكرة بفعل ارتفاع أسعارها كما هو بات معلوما أسعار التذاكر جدا مرتفعة في هذه الأزمة وبفعل أنه ما في طيران آخر يقلع من بيروت أو يسير رحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي وهناك أيضا بعد السفرات التي قالت أنها تحاول وضع خطط في الأيام المقبلة لإجلاء رعاياها منهم السفرات البريطانية وبطبيعة الحالة الأمريكية التي كانت وضعت خطة لذلك أعلنت عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي